اشتركوا في القناة عدد الايام 469 يوم ما بين اخر مباراة حكمها كابتن ابراهيم نور الدين لنادي الاهلي ومباراة اليوم هل ده من الممكن ان يؤثر سلبا ام اجابا انا هسأل والله انا اعتقد كابتن اسلام النهاردة طبعا يعني عايزين الكلام بصراحة وابراهيم طبعا جاب بسبب مثلا كان مباراة فيها لعبة والحياة كابتن اسلام برضو يعني يمكن المسؤولية اكيد كان بيوع عليها جزء على ابراهيم وكان الجزء البيع على الحكم الاضافي انا باعليش انا باعطار وفي النهاية الحكم الساحة هو اللي بيتحمل كل الامواع هو الافواع هو كان اقرب وشهج بالضبط هو المسؤولة كابتن اسلام وكان مع اطراف التانية بعد الفطرة دي كلها بتقال ان عودته دي اكيد هتبأ حفظ بتققم التحكمة كابتن هو اه اه ابراهيم نور الدين وحمد صوفي وسايد نافع وعمر سامي يعني ربا لإ grandchildren اكيد ابراهيم النهاردة عرف ان هو بيرجع بعد فطرة كبيرة بيدير المباراة للنادي الالي يمكن حتى إبراهيم يعني أدار مراته في الدوري أدار الجنو الإسماعيلي المصري والاتحاد الجيش والإنتاج يمكن بعد 400 ده عاد رقم كبير قوي يعني أنه أنت ما تعديش على فرقة معانة الوقت ده كله يعني فأكيد النهاردة تبقى حافز لي المفروض أنه يجتهد المفروض أنه يعوض اللي فاته يمكن الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت يمكن إبراهيم كان فيه شوية حاجات عنده يعني كانت الأمور شوية نتعرف زي لعيب الكرة كانت الإسلام ممكن في الوقت من الأوقات يحصل الأمور الخارجية أسف أني أبقى طعف لكن دائما أني بيبقى عتابي على كابتن إبراهيم نحن مثلا أنا لعبت مع حضرتك أكيد شرفت بيك عبد الإسلام كتير 15 سنة مزبوط تقريبا دائما كانت علاقتنا حضرتك برا الملعب إحنا أصدقاء لكن جوال ملعب حضرتك لايمان وأنا لاعب ولكن في النهاية فيه علاقة احترام وود لازم انتبع موجودة أكيد وما بين أنا شخصيا ما بيني كل الحكام اللي كانوا موجودة لكن حكم يتعال علي أو حكم يبصلي كده ويقعد يعمل بأدي كده كلام ده مرفوضة كابتن سلام أعتقد بالكلام ده كلام مرفوض وأنا بوجه رسالتي لكابتر إبراهيم نور الدين من مكاننا هنا السنة اللي فاتت حننساها على الرغم من هي كان من الممكن جدا أنها تخسرنا لكن الحمد لله ربنا كرمنا لكن كل اللي نتمنىها كابتر إبراهيم أن يعود إبراهيم نور الدين الحكم الأول في مصر إن شاء الله من خلال هذه المباراة بإذن الله كابتن يعني بإذن الله كون بداية جديدة إبراهيم على الفترة اللي فاتت كلها ويقدي مباراة طيبة وأنا بتفق معك كابتن إسلام كل الكلام اللي قلت وكل الكلام اللي قلت أنا مرفوض مرفوض شكلنا الموضوع مزبوض مش إبراهيم بس لجميع الحكام أنا بكلم بشكل عام أه يعني حتى مش إبراهيم بس لأي حكم أي حكم علاقتك دايماً تبقى أنت انت تعامل في المباراة بتتعامل بالقانون كابتن إسلام بتتعامل بتتحكم بزبط إنما حتة التعامل دي يعني مش إبراهيم بس دايماً أنا بنصح الحكام بقبلهم بقول لهم دايماً الحتة دي المفروض ما هي ما تبقاش موجودة لأن في الأول والآخر كلنا في منظومة منظومة كرة القدم إذا كان حكم أو لاعب أو مدرب في الآخر لازم العلاقة تبقى طيبة وإحنا بنتعامل أي تجاوز من أي لعيب وبتتعامل معاه على طول ما ينفعش أنت كحكم أنت تتقاضي في المباراة أنت تتعامل بتعالي مع اللعيبة أو التعامل أنت تزعق اللعيبة كل ده مرفوضة كابن إسلام مش في التحكم يعني تمام إحنا كنت طبعاً هنا بنتكلم بشكل عام بشكل عام طبعاً مش إبراهيم إحنا تمنى إن شاء الله إن هذا الطاقم يؤدي والعدالة التحكمية إحنا مش عايزين أي حاجة غير العدالة التحكمية اللي للأهلي للأهلي واللي ضد الأهلي إحسبه ضد الأهلي بعدناش أي مشكلة في يدك أنا بإذن الله يعني جاء بإذن الله أبراهيم النهاردة يكون راجع كويسة لي يقدم ببركة كويسة يتعلم كلنا لازم اللي هو الإنسان عموم في حياته في أي مجالة كتن الإسلام لازم يتعلم من أخطائه طبعاً وقبلك ويرق ودي مش عيب كلنا بنتعلم من أخطائنا يعني كلنا كنا بنخطأ وبنتعلم من أخطائنا لكن المهم في الجديد بإذن الله ربنا يكرمه النهاردة هو الطاقم اللي معاه ويقدم مباراة طيبة بإذن الله تمام طيب طاقم التحكيم برضو أشرح لك هو النهاردة طبعاً 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 هو طاقم يعتبر طبعاً براهيم حكم دولي من 2014 مع أحمد توفيق مساعد حكم دولي مع سيد نفع من الحكام المرشحين للقايمة الدولية وعمر السامي حكم رابع طبعاً طاقم كويس جداً كابتن الإسلام يعني على الورق طبعاً زي ما بنقول كل مرة كابتن الإسلام يمنى الملعب يعني التوفيق يبقى معهم في الملعب وفي الألعاب لكأنه هو تعيين طاقم كبير بإذن الله لازم بيقى فيه تفاوم بينهم أكيد أكيد يتكلموا مع بعض يبقوا رايبين من بعض يتواصلوا ما يبقاش فيه اعتماد في النهاية كابتن الإسلام القرار بياخدوا الأربعة يعني بالآخر القرار بيبقى محسوب لطاقم التحكيم كله مش محسوب لحد أتمنى إبراهيم يبقى رايب من كل قرة ما يبقاش بعيد يبقى عنده دايماً تفاصيل الألعاب المساعدين اللي معاه إذا كان أحمد توفيق طلب أو سيد نفع يبقوا خير معاون ليه في الألعاب اللي هي ما بتقعش لأنه أكيد الحكم فيه حاجة ما بتقعاش تحت نظره أكيد المفروض أنهم بإذن الله أعونوه في شكل طيب عشان نخرج مباراة طيبة بإذن الله وأدي مباراة كبيرة أفراهيم إذن هستقبل حضراتك بقى بعد نهاية المباراة بإذن الله بإذن الله نتمنى الخير لهم بإذن الله إن شاء الله شكرا كابتن أيمن هطلع هروح مرة تانية لزميلنا شريف شعبان من أرض المرعب مع المدرب العام لنادي حرص الحدود كابتن محمد حليم وبعد هذا اللقاء بحسيم حضراتكم مع فاصل وبعد الفاصل هستقبل ثلاثة من نجمنا الكبار نجم الكبير الكابتن فاتح نصير نجم الكبير كابتن محمد حشيش والنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن بعد هذا اللقاء